اشتركوا في القناة تبث الفصائل التسجيل ليوجه العناصر مناشدات لنظام أسد ولسان حالهم يقول لعل وعسى أن ينظر في أمرنا أو يحرك ساكنا من أجلنا وذلك في ظل تفشي المتسارع لفيروس كورونا الذي يهدد أرواحهم إن وصل إلى الشمال السوري أنا صلي بالأسر أن زملائي حوالي ثلاث سنوات لا مفاوض عم يفاوض علينا ولا شيء وأنا من إدارة مخابرة جوي بعرف عز المعرفي أنه لدينا معتقلين هؤلاء العناصر أبدوا غضبهم أيضا من نظام أسد الذي ما إن وقع عنصر من ميليشيا حزب الله اللبناني أو ميليشيا إيران أسيرا في يد الفصائل المقاتلة حتى سارع بكل ما أوتي من قوة للإفراج عنهم أو المبادلة وإن كان ذلك العنصر جثة هامدة أو تحول إلى رفات فجثة الإيراني أو اللبناني يعطيها نظام أسد اهتماما أكثر من ألاف العناصر المحليين الذين يقاتلون في صفوفه ويقتلون في سبيله ويذكر أن الفصائل المقاتلة تعتقل العشرات من عناصر ميليشيا أسد الذين أسروا على جبهات المعارك في مختلف مناطق الشمال السورية وحالهم كحال هؤلاء الثلاثة عشر الذين يعتبرهم نظام أسد في عداد الموتى أو المنسيين